هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم بزاف ديال الحيال والأفكار اللي كان يكونوا محتاجينها في الحياة ديالنا البرات ديال الفضاء يعني بدون منظفة فكرة زوينة بالكمامة بزاف ديال الأفكار اللي هي مختلفة والأهم هي هاد الفكرة هادي فغادي يتبقوا معي حتى الأخير في الفيديو فرجة ممتعة السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بيكم في القناة في الأول غادي نهدي لكم هذا المنظر هذا ديال التلج لي كي تساقط عندنا الحمد لله والشكر لله هاد اليومين هادي في المنطقة ديالنا جهة ديال برعة تفيلات بزاف ديال المناطق كلها وهديرها البلد ديالنا كلها مكسوة بالتلج ما شاء الله اللهم مزيد وبارك ونبدأوا على بركة الله أول تدبيرها أولا أول فكرة هي فكرت ملي كان بغاوها كان صافروا أولا كان بغاو نمشون شي مكان كيكونوا عندنا مثلا وحد الفلوس ديالشي غراض أو ديالشي حاجة ونخافوا لا يتسرقوا لنا في الطريق أو لا يتوضروا لنا أيضا أشياء اللي هي تامينة وفهم كنا نعرفوش فين غادي نحطوهم الساك خصوصا ملي كان سافروا في الكارت ننسول هكا الساك ديالنا أولا مهم غادي نعطيكم واحد لفكرة ملي كانت بغاو تتخبيوا الأشياء التامينة ديالكم وتكونوا مهنين عليها تبقى لاسقة فيكم حتى كتقضوا بها الغرض أو لكتوصلوا على البلستان ما تخافوش أنكم غادي تسرقوا في الطريق فكرة تقشيرة إلا كانت تقشيرة ديال ولدة صغر يكون أحسن أنا ما عندي شنة ديال صغر فأخذيت هذه الحجم ديالها شوية كبير كيبقى أي نوع وغادي نحتاجوا خيط وإبرة كما العادة فبالنسبة لهات تقشيرة هادي غادي أوريكم واحد لمكان وفعلا نراها مجربة وكتجيب نتائج ليزوينها كتكونوا مرتاحين ومهنيين على الممتلكة ديالكم لي كما قلت لكم سواء فلوس أو لدهب أو لشي حاجة لي كتكون تامينة غادي ناخد هات تقشيرة هادي أولا الجوارب وغادي نخيطها بغير من واحد الجهة في الداخل ديال سروال ديالنا صافي كنخيطها بواحد طريقة عشوائية ونحاول أنا هنا أخذت ذاك الخيط اللي كيدير درها ماذا كراها صحيحة البنت صحيح ما كيتقطعش وكيشد يعني ملي كنخيطها كيبقى ذاك شي لاسق مزيان وكنحاول أنا كندير غرزتها كليهما شوية متبعدين وكنعاود حتى كنتبتها مزيان بالليبرا وبالخيط بهات الشكل هادا وكتكون في الجهة ديال الداخل أنا غادي نشارح لكم اللي غادي نحيي داد الخيط هذا وصافي كيبقى عندكم واحد اللي جاي يبدي آمان غادي تحطوا فيه الفلوس ديالكم اولا النقود اولا أشياء التامينة اللي عندكم خفتوا أنكم تسرقوا اولا تمشي لكم كتبقى أحسن حيلة مليكن إنسان شد طريقة كولا مشال شي بلاساك اللي ما كيكونش مأمن فيها فهدي كتبقى أحسن فكرة نتمنى ان شاء الله تنال الإعجاب ديالكم وأيضا بالنسبة للتدبير التانية غادي نحتاج لها كمامة وميقص دائما لكمامة راهي العلبة ديال هادا الكمامة تقدر خمسة ديال براهم فيها عشرة يعني راه رخيصة يعني خمسين سنتيم لكمامة الوحيدة وغادي ناخدها نفتح لها واحد الجانب غير واحد البلاصة نخلوليها الخيط ديالها ونحلوها بهات الشكل هادا غادي نعود نحل كمامة أخرى لأنها حاجتي في جوج هادا الاستيك ديالها تحيد لها لأنها كيتحيد لهم هادا النوعية كيتحيد لهم الاستيك بسرعة يعني ما كيبقاش فيهم هادا كشباش كنتشوفوهم جداد أو لما مستعملين شو الاستيك مقطع وحتى هي غادي نحلها بنفس الطريقة وغادي تشوفو معايا ان شاء الله الفكرة اللي غادي ندير هنا خديت القشور ديال البرتقال اللي هما مجفين وأيضا مطحونين على شكل بودرة هادو كنت شاركتهم معاكم في واحد الفيديو الرائحة ديالهم رائعة كانستعملهم عدة استعمالات وهدي وحدة منهم كان أخذ قياس واحد الملعقة يعني ملعقة متوسطها هكيا واحد القياس بحالة شي وعندي ثلاثة للاختيارات ممكن نستعمل معها بيكربونات سودا أو لا نستعمل الملح الملح ديال الطعام واحد من الاختيارات الثلاثة ملح الطعام أو بيكربونات سودا أو الشبة أو لا الشب يعني هو معروف أنا هنا غادي نستعمل السهل استعمال اللي هو ملعقة ديال الملح شنو الغرض من الملعقة ديال الملح أنها كتمتص الرطوبة القشور ديال البرتقال ممكن يتعجنوا ويوليوا رطبين ولكن الملحة كتمتص لهم ديال الرطوبة وكيبقوا في الحالة ديالهم نشفين وأيضا كتعقم غادي ناخد المحتوى ديال هادو الخلطة هادو نقسموه على جوج جوج كمامات بهذا الشكل هذا ونحزمهم صافيت حصلت على هادو جوج ديال كمامات حزمتهم وكناخدو الحداء ديالنا أولا ديال وليداتنا بالنسبة لهالطريقة هدي كتعطر الحداء وكتحيد منه الرطوبة خصوصا للأيام هدي اللي كينشتا وكينلغيس وكين فكيكون فيهم وكيكون جلد ديالهم مرتب وكيطلق واحدة رائحة اللي هي مزويناش فكتبقى هدي من أحسن ديروها السبردينة ديال الأبناء ديالكم وديروها الحداء كما كان حداء رياضي أولا هاد النوعية هادا وكتحطوها أولا احتبان طوفا يعني ما كتبقى شريح هديك الرائحة ديال البرتقال أولا قشور البرتقال كتبقى كينفص باط وديك الملح كيمتص الرطوبة كتبقى أحسن فكرة باش نعطروا الحداء ديالنا ولديال وليداتنا وغد ندوز معكم الفكرة الموالية بما أن اليوم الجمعة غد نشارك معكم واحدة الحيلة كان نديروها الكوسكوس هو كان حلو بهذا الفوي هذا أولا هادا الراص ديال العجنة أولا ممكن ذلك الخلاط اليدوي الفوي العادي اللي كان غد نديرو به طراب هكا ديال اليدوي فكيبقى أحسن هكا لأنه كيكون سخون وكيحرقنا في الدينة وهكا كيفتحو لنا بزيان ما كيبقاش معجن وكيبقى هذا اقتراح لهو رائع نتمنى إن شاء الله هنا الإعجاب ديالكم وبقوا معي لأنه كينين أفكار أخرى في الفيديو إن شاء الله هنايا غد نشارك معاكم المعجنة أولا لبط بالصفة عامة أي نوع ديال المعجنة كتطيبوها أو كتسلقوها في الماء من اللي كتسالي وكتبغيوا تطفيو عليه دائما هاد الحيلة هدي ديروها كاس ديال الماء من الروبيني باش يحد الطياب دياله وما كيتعجنوش لكم خصوصا أن هاد لبط بأي نوع من اللي كنتطفيو عليها كيبقاه هو غادي وكيطيب غير في ديال الحرارة حتى كيولي كيمتص داك المال فيه فدائما زيدوا كاس ديال الماء كيحد الطياب وما كيتعجنش لكم وده بغادي ندوزو الفكرة الأساسية في هذا الفيديو هادا ديال تنظيف البرات ديال الفضا شوفوا البرات ديال كيدال من الداخل هادا كرا مشيص ضوى لكن كيطلع داك اللون من اللي كنت نغسله هكا ولن دالي شي تدفيرا ما كتبقاش لأطار دياله وكلأسف بسرعة كيخرج فيهم هاداك اللون من الداخل خصوصا الى خلينها واحدة لمودة كما استعملناش بالنسبة لهذا الفكرة هادية غادي ناخد واحدة جوج طوبات ديال الشب هادي فكرة ديال متتبعة كنقوليها الله يجازيك بالخير وتبارك الله عليك فكرة في محلها يعني كنت شاركت معكم تنظيف ديال البرات ديال الفضا وهي اعطاتني هادا الفكرة قاتلي جربي شبها ما قلتش على الاسم ديالها في التعليق ولكن الى تفرجات في هذا الفيديو غادي تعرف يعني باللي غادي تفكر تعليق ديالها قاتلي يا ديالي الشبه وطبخيها غير مع الماء ورد عليها فهنا غادي نرد عليك أختي من بعد ما درت واحد جوج طوبات ديال الشبه شوفوا البرات من الداخل لرها كل شي باين واحد جوج قطع ديال الشبه هكا والماء قدرتو كي يغليبها الترقز بتعلي شو ديال ما لانا ما درت لها صابون لوالو كان خليه تقريبا واحد خمسة ولاستة ديال بدقيق وهو كي يطبخ بهذا الشكل هذا ملي كي يجي طالع باش يتزلع راه كان نقص العافية وبقيت معاها كا تدازت قريبا واحد استة ديال بدقيق والنتجة راه بدات كتبان يعني ما حدو كي يغلى واللون كي يكون فاتح هانتو ما هات الطرقة اللي كنت كان دير لي يعني كان جهد عليها العافية حتى كنشوفه بغايد دلع نرى مسرعان مقطع باش هكا ما نجيكمش الفيديو طويل صافين بعد ما حيتو غادي نخوي هاد المال اللي هو أصفر ذاك اللون ديال هاداك بحس داولة ما عرتش منو هاداك يعني اطلق في المال اللون دياله أصفر البرد كان مغسول ولكن دو كنو قطرة كانوا فيه شوفوا النتيجة هنايا ولكن غادي نغسله بشوية ديال سائل تنضيف عادي ما غا ندير لي حتى حاجة أخرى وغادي نوريكم شكل دياله ان شاء الله وهو البرد ديالنا هناك نزيد نشكر الأخت ونقول لها اللي هلا يخطيك وتبارك الله عليك نشكرك بزاف على تدبيرها اللي فعلا سهلة وسهلتها علينا وعلى الأخوات الأخوات اللي بغاوا ان طفوحت البرد دياله بها الطريقة هدي فهي راه جد فعالة البرد ديال الفضاء طبخوا فيه الشباء وكي يعطينا واحد اللمعلي هي خيالية